تعد العلاقات التركية الفرنسية من أشهر النماذج الدبلوماسية للخلافات التي إن أصبحت على هدوء تمسي على توتر حيث يعتبر التجادب بين أنقرة وباريس نتيجة متوقعة للعداء التاريخي بينهما الذي ظهر للعلن مجددا عقب توقيع تركيا مذكراتي تفاهم مع حكومة الوفاق المعترف بها دوليا التي فتحت المجال لأنقرة لتقديم الدعم الفني واللوجستي ما مكن حكومة الوفاق من قلب موازين القوى وهزيمة حفتر حيث تقف فرنسا كأبرز داعم مشروعه الساعي لعسكرة ليبيا هذا الخلاف التركي الفرنسي أيضا هو خلاف حول التمدد في شمال إفريقيا فمنذ القدم عرفت هذه المنطقة النزاع بين الدول الأوروبية وبين الدولة العثمانية وكما يقول البعض فإن التاريخ يعيد نفسه ولكن بصورة مختلفة فبعد أن وجدت تركيا نفسها في شمال إفريقيا وجدت فرنسا نفسها عاجزة أمام البوارج التركية في البحر المتوسط ومن مفارقات التاريخ أيضا لم يجد ماكرون إلا النيتو ليشتكي له ذلك الحلف الذي طالما وصفه بالميت ساريريا ولمحاولة استشراف الخطوات القادمة لكل من تركيا وفرنسا في ليبيا بالمستقبل القريب فإن من المهم تفسير شكل الخلاف أولا فهناك من يرى أن الخلاف الحالي بين البلدين هو خلاف داخل حلف النيتو ففي الوقت الذي يرى فيه الإليزي حلف الشمال الأطلسي تجمعا عاجزا تنخره الخلافات تراه تركيا تكتلا استراتيجيا يمكنها من التعبير عن قوتها باعتبارها ثاني أكبر قوة فيه اختلاف ظهر في ليبيا حيث فضلت فرنسا الاستفافة مع الإمارات ومصر في دعم حفتر فيما وقفت تركيا حديثا جانب الطرف الشرعي المتمثل في حكومة الوفاق تفسير آخر يضع الخلاف الفرنسي التركي في ليبيا في سياق تنافس الخصوم لا سيما وأن فرنسا بدأت تكتشف بأنها أقطأت في ليبيا بدعمها لحفتر خصوصا بعد دخول تركيا وروسيا على خط الأزمة الليبية وتحولهم للاعبين أساسيين على حساب فرنسا وبحسب بعض الباحثين الذين يصفون سلوك باريس في عهد ماكرون بأنه يجنح في تقديرهم إلى السياسات قصيرة الأمد فماكرون يريد مكسبا سريعا في ليبيا سواء بالاستمرار في التحالف مع مصر والإمارات ودعمهما ضد تركيا في عمليات عسكرية أو من خلال إدارة مبادرة سياسية قد يكون فيها الحديث عن تقسيم ليبيا أمرا مقبولا كما نقلت عديد من التقارير الإخبارية مؤخرا تصور ثالث يبدو أكثر انفتاحا حيث يرى بأنه لا خلافات جوهرية بين فرنسا وتركيا وأن الحرب الكلامية بين البلدين لن تؤثر على المشهد الليبي كما يرى أصحاب هذه النظرة المتفائلة بأن حلف الناتو سوف يوطي مساحات الخلافات بين باريس وأنقرة في ليبيا في النهاية خاصة وأن أي مساحات للصدام بين البلدين قد تفتح مساحة أكبر روسية تعزز بها تمددها في شمال إفريقيا لذا فإن فرنسا وتركيا قد تتفقان في دهاية المطاف على حل دبلوماسي في ليبيا يحقق مصالح هذه الدول في ليبيا وسيكون لباريس دور من خلال قدرتها على التأثير في مصر وبهذا يمكن أن يصبح لها دور دبلوماسي في الوساطة بين الأطراف يعيد لها شيئا من نفوذها الإقليمي خاصة وأنها الأقرب لدول المغرب العربي ومصر ودول الاتحاد الإفريقي ترجمة نانسي قنقر